نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي وأكد المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وأن الوضع الصحي في المدارس آمن وطبيعية ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات مشاددا على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة المدارس الحكومية في موعدها المقرر يوم الرابع عشر من يناير الفين ثلاثة وعشرين حتى السادس والعشرين من يناير الفين ثلاثة وعشرين وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعلن عنها مسبقا مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها الفيروس المخلوي تنفسي بالتنسيق مع مدرية الصحة بكل محافظة